بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس من رمضان الدفع الثامن عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشارع فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر فالمسلم إذا دخل شهر رمضان إن كان حاضرا مقيما ليس مريضا يطيق الصيام فإنه يصوم أداءا إن كان مسافرا أو مريضا فإنه يصوم قضاءا يفطر إذا احتاج إلى الفطر لسفره أو مرضه ولكنه يقضيه يصومه قضاءا من لا يقدر على الصيام لا أداءا ولا قضاءا مثل الكبير الهرم ومثل المريض المرض المزمن الذي لا يطيق معه الصيام فإنه تجب عليه الفدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عن كل يوم يطعم مسكين مقدار كيلو ونصف من الطعام الذي يوكل في البلد هذه أحوال المسلمين عند دخول شهر رمضان هو على المسلم أن يشكر الله إذا بلغه شهر رمضان وأن يسأل الله أن يتمه عليه بالعمل الصالح ويسأل الله أن يتقبل منه كان السلاف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان وذلك لعلمهم لفضل هذا الشهر ومكانته والله نوه به بذلك في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيختص شهر رمضان بتلاوة القرآن أكثر من غيره لأنه شهر القرآن كان السلاف الصالح إذا دخل رمضان تركوا حلق الذكر وأقبلوا على تلاوة القرآن جاءوا بالمصاحف وأقبلوا على تلاوة القرآن في شهر رمضان كذلك مما يختص به شهر رمضان صلاة التراويح القيام قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كثب له قيام الليلة وكذلك مما يختص به شهر رمضان فارضية الصيام فمن شهد منكم الشارع فليصم هذا ركن من أركان الإسلام الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام فمن شهد منكم الشارع فليصمه ومما يختص به شهر رمضان قيام رمضان قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه في حديث آخر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والقيام هنا يكون بصلاة التراويح مع الإمام في المساجد لأنها شعيرة تعلن في المساجد ويصلونها جماعة كما صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم خشية أن تهرض عليهم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم داوموا على صلاة التراويح داوموا على ذلك وكانوا يصلونها مع الإمام في المساجد ويعلنون ذلك لأنه شعير من شعائر الإسلام ولا يتهاون بصلاة التراويح ويقال إنها نافلة أنت بحاجة إلى النافلة قال الله جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث فالنوافل لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى لكن بعد أداء الفرائض ومنها تكمل الفرائض إذا حصل فيها نقص ومن ذا الذي يكفل لنفسه أنه أدى الفرائض بالتمام النقص لازم لنا ونستغفر الله ولكن المسلم يكثر من النوافل ولا سيما صلاة القيام في رمضان فيحرص المسلم على ذلك شارك المسلمين في إحياء ذكر الله في المساجد صلاة مع المسلمين مع الإمام حتى ينصرف ولا نضيع هذا الفضل العظيم بإعطاء نفوسنا ما تشتهي الاستراحات وفي الجلسات وفي المضحكات والمرفهات علينا أن نحترم شهر رمضان وأن نستغله لأنفسنا لأنه موسم عظيم يمر علينا في حياتنا كل سنة علينا أن نحافظ عليه وأن نتطلع لثوابه وأجره وأن نحترمه آية الاحترام هذا هو الواجب على المسلم في شهر رمضان ليكون هذا الشهر شاهداً له عند الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاهتمام بشهر رمضان فيقول أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم مبارك يعني شهر رمضان كاد أن يدخل عليكم ليستعدوا له ويستغلوه في عبادة الله عز وجل المفروضة والمستحبة هذا هو شأن المسلم في رمضان وليس شهر رمضان شهر لشحن البطون بالأكل والشرب والمشتهيات وجلب المشتريات الكثيرة يقال هذه مقاضي رمضان رمضان ليس شهراً للأكل والشر إنما هو شهر للصيام والعبادة والقيام والصيام نعطي حقه في ذلك فعلينا أن نتذكر هذا وأن نحترم رمضان وأن نستغله لأنفسنا بطاعة الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين